كيف تتكتل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ على أن يكون الشباب ممثل بالطبع الاستقلالية المالية والإدارية وأكدنا على الشفافية ونفوذ إلى المعلومات معناها أن المعلومات الانتخابية والمعلومات النتائج ومعلومات الكل تكون منشورة في الوقت اللازم إلى المواقع الواب وغيره وفي الجغل ما دفعنا عليها أكثر هو كيف كيف نشوفوا أن المشروع القانون كان ما يعطيش صلوحيات اللازمة لرئيسة الهيئة ومعناها أكدنا على أنه مهم أن يكون الرئيس عدو الصلوحيات اللازمة لتسيير الهيئة هذه مبدأ التناصف بالطبع معناها كان حتى المبدأ اللي هو تكون تناصف للتركيبة نعرفه ثم تناصف الترشح وتناصف التركيبة أحنا طلبنا حتى تناصف التركيبة وفي خلال معناها الاجتماع للكتلة النيابية النسائية طرحنا مقترح اللي أمضعوا عليه العديد من النائبات ومعناها لم يمر في الجلسة العامة ولكن ما مر هو التناصف في الترشح هذا يفي بالحاجة أحنا حبينا أكثر وخير ولكن نقولوا أنه المرشحات ستفرض نفسها بكفاءتها وبتجربتها دافعنا كذلك على الاستمرارية هناك معناها الهيئة العالية للانتخابات السابقة اللي كانت فيها خبرة وتجارب واللي يجب أن تكون اليوم تم استمرارية من خلال معناها أعضاء اللي كانوا في الهيئة هديكة يكونوا ممثلين كذلك في الهيئة الجديدة ولهذا كانت معناها مقترحاتنا مبنية على مبادئ أنه عضو أو عضوين وإحنا ماذا بينا لو كان على الأقل عضوين يكونوا ممثلين من الهيئة السابقة في الهيئة الجديدة